بنات يا بنات سلام عليكم ورحمة الله اليوم قوموند جديدة قوموند متع المسمن 200 مسمنا ان شاء الله اللي غنحضرها قدامكم فاخواتي بالنسبة لهذا المسمن ماشي اي مسممن وانما المسمن المجمد شي حاجة نتيجته ولا ارواح بالنسبة الاخوات ربات البيوت ولا الاخوات اللي يبغوا يخدموا من قلب دارهم ويتعاونوا مع الزمان فما عليكم الا بخدمة المسمن فيها ربح وفير كذلك الخدمة ممتعة ما فيها شروينة وما فيها شي مجهود كبير غدي نبارتاجي معاكم طريقتي في الخدمة كيفاش كان نخدم هاد المسمن كيفاش كان ننظم الخدمة ديالي باش ما يمحنيش كنت ديجا بارتاجيت معاكم العام لي داز واحد الفيديو بخصوص المسمن المجمد وكان يجيني نفس التساؤل على داك الفيديو فاليوم ان شاء الله بغيت نبارتاجي معاكم بجميع تفاصيله باش ما يبقاش عندكم شي علامة استيفام هكا بخصوص هاد المسمن اخواتي نتمنى انا فيديو اليومين الاعجابكم نتمنى تلايكي والفيديو وتبرتاجي ونمرو على بركة الله للدقيق فبالنسبة الدقيق اللي كانستعملو انا في المسمن باش يجيني المسمن ديالي ببيض وكيدوب هكا في الفم خصنا نستعملو الدقيق النوعية الممتازة كانستعمل الاتقان ولا دقيق ميمونة لكن الصراحة انا كانفضل دقيق الاتقان على ميمونة المهم هنا عندي 3 كيلون دقيق ميمونة ولا الاتقان المهم غربل واخديت واحد الكيلونتاع السميدة الرقيقة ولا المتوسطة المهم بغيتوا تستعملو الفينو ارغم ممكن جدا انكم تستعملوه لكن انا كانفضل انني نخدم بسميدة كانشري ذيك الخنشة وكانستعملها لداخلو برا وكانتجي النتيجة ولا ارواح كيلو في 3 كيلونتاع دقيق وهنا يا عندي العسل صنع منزلي فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الى بغيتوا تشوفو الوصفة انتاع العسل كتجي مضمونة دي ما كتكون عندك فضر هكا بالنسبة للملحة اخواتي هنا كانقول لكم ان في المسمن من الاحسن تستعملو الملحة اللي كتكون رقيقة هكا وبنسبة للماء فغادي يدخل لترين ونصف لكل 3 كيلو دقيق زائد كيلو سميدة متوسطة فهنا يا اكيد غادي نديب دقيق نزيد عليه كيلو سميدة رقيقة ولا متوسطة درت الملحة حسب الخليط وهنا يا كندير ربعات الملاعق كبيرة منتاع العسل ممكن تعوضوها بسكر سنيدة عادي جدا غير العسل كتعطينا واحد اللوين هكا اللي هو مذهب وكذلك نعرفو الدور منتاع العسل انها كتهشش لحاجة اللي نكونو درناها فيها فهنا يا غادي نمشي مباشرة بعد ما نخلط دوك العناصر في الاول نخوي ذيك زوج يطرق ونصف الكل ربعة كيلو نتاع فمن الاحسن من الاحسن انا المهم بكترة ما كان نخدمه نقدر نخويه مرة واحدة ونخلط مرة واحدة لانه عارفة نوعية نتاع الدقيق اللي كان نخدم بيها ومتعودة انني نخدم المسمن بزاف لكن انتو ما من الاحسن انكم تبقوا تخويه وغيف بحال كنصور معاكم هاكا يعني شوية بشوية وانتو ما كتخلطوا باش ما يغلبش عليكم واكيد هاد الكمية ما غديش تعطينا ميتين نسمنا وانما احنا غدي نعجنها على دفعات اولا باش ما تغلبش علينا وتانيا يعني هاكا باش يكون نظام في العمل فانا هنا من بعد ما خلطت كل شي فعندي القوامة العجينة هو هذا فلنجاح لمسمن اخوتي ننصحكم انه العجينة ما تكونش جارية وما تكونش قاس حبزة فخصها تكون حدود المعقول ولكن ما تكونش جارية هاد شي اللي بغيت نوصله لكم المهم هادا هو القوامة التاحة فان شاء الله انا غدي نقسم العجينة على زوج وندير النصف الاولاني هكا في العجانة القهربائية باش تضربو لي لانا المسمن للعجانة ولا اروع بالنسبة للاخوات اللي يخدمو دي كوموند كبار ضروري العجانة باش ما تطيحوش كتافكم في الدليك والنصف الثاني غدي نديرو ده بيتضرب وانا كنخدم في النصف الاولاني اللي تضرب بالنسبة للعجانة الكهربائية غدي نخدموها يلاه ضر واحد اربعات دقايق تلت دقايق فقط غدي تعطينا هاد القوام تعطينا واحد العجينة اللي خدمتم زيان اللي كتكون مرتاحة هكا المهم العجينان تاع العجانة الكهربائية زعم الصراحة ما كانش بحالها ما كانش عندكم العجانة ممكن جدا انكم تغلفوها في واحد الكيس بلاستيكي وتخليوها ترتاح واحد نصف ساعة احتل ساعة ومن بعدها عدوزول هاد العملية باش تلقاو العجينة هكا مدلوقة ومرتاحة مزيان فهنا يا دهنت اكيد داك البودان بالزيت وبقيت كمعبر فكل مسمنة كبيرة كان دير ميتين قرام باش تجيني قد الحبا قد ضغطها وكذلك الكليان ما يتقلقش من النتيجة يعني ماشي يقولك اليوم كبار تيلي المسمنة وغدا صغار تيلي وانما يبقى المسمنة في الحجم دياله العادي وكذلك انت يا ما تخسريش يعني هكا مع الكليان المهم اخواتي غادي نمشيوا على هالطريقة ونبقوا اللولبو في ذوك القريصات كتشوفوا ان العجينة مرتاحة مزيان وغادي ندوزو مهم انا مرة ندير هكا مرة ندير هكا كل مرة وكيفاش كندير اللولب لان الايدي اكيد كيعياؤه من اللي كنخدمو واحد الكيمياء كبيرة فالخطوة مباشرة وش نديرو غادي ان شاء الله نغلفو ذوك القويرات هكا بالزيت النباتية فغادي نعطيكم كذلك القياس انتع الزيت النباتية اللي دخلتلي في 200 مسمنا ومباشرة غادي ندير هاد الخطوة اللي بزاف الاخوات ما كيديروهاش لكن نتمنى انكم تجربوها بحال جربوها المتتبعات ديالي وتواصلوا معايا وعجبتهم نتيجتها بزاف هو انه كان مرغدو ذوك القويرات اللي مدهونين بالزيت كان مرغدوهم من كلا الوجهين والجوانب بالسميدة الرقيقة والذيك المتوسطة باش هكا غادي نقول لكم مالاش المهم هاد الخطوة ده العجينة التانية ها هي الضربات بمجرد مسالية من العجينة دك النصف الأول يعني لو لبتو مرغدتو هكا بالسميدة الرقيقة ودست للعجينة الخرا باش نمرغدها حتى هي وندير نفس الطريقة حتى تنسى لي من هاد العجينة نتاع 4 كيلو نتاع الدقيق عاد ندوز نعجن 4 كيلو أخرى و 4 كيلو أخرى لأن 200 مسمنا باش تحصلي عليها بالوزن نتاع 200 قرامل كل مسمنا لازم نعجن 6 طل المرات نتاع 4 كيلو و 4 كيلو نتاع النواشيف فأخواتي نفس الطريقة غادي نمشي لهاد الطريقة حتى تنسى لي وبالنسبة ل 4 كيلو نتاع النواشيف غادي يعطيوني 32 مسمنا بوزن 200 قرام وإلا بغيتوا تديروا المسمنات الصغار إلا كانت عندكم سيرقومون فالقياس متاحة بالقرامات هي 100 قرام فهنا يلي كنت كانت تكلم لكم أنه من اللين ما رغدوا المسمنات ديانا هكذا كل قرص سميدة رقيقة وخا تحطيهم في اللاطة ليلة كاملة وما غاديش يتلسكوا لي غادي هم غادي من اللين جبدو هكالعجينات بقاتابتة في المكان ديالها ما بتراجعش يعني ما تمحناش في الخدمة نتمنى أنكم تجربوا هاد الطريقة فهي من أربع ما يكون وهنايا غادي ندوز للعجينات تانية وهكذا حتى نسى لستة العجينات وكلهم غادي نديرهم في اللاطة كيف ما غادي تشوفوه في هاد اللقطة الموالية وبنفس القياسات كيف ما قلت ليكم ثلاثة كيلو دقيق زائد كيلو سميدة رقيقة وذك الشي لاخر المهم كل شي غادي تلقاوه في صندوق الوص اهنايا مبعد مسالية ستنت على العجينات كاتشوفو ان هاد اللاطة كاتهز لتقريب ستين مسمنا ورا عندي لاطات اخرين نراهم يرتاحو وهكا هكا نغطيهم بواحد جلد اللي هو جو طابل ذاك اللي كايدير درهم ونصحق المهم تع المائدة اللي جو طابل كنفرشو على اللاطة ومبعدها كنصدف فيها كدوك المسينات ونولي نغطي عليهم ونخليهم ليلة كاملة هاد المسمين ما فيش نهائيا الخمارة حمارة ولا الباكين باودر لاننا في فصل الصيف فاكيد هاد العجينا انا خليتها ليلة كاملة بيها باش نتهن من تمر ونريح بالي على اساس انه نصف المرحلة ثالث والغدلي في الصباح المهم انا حاولت انني نوجد طاولة العمل كتشوفو هنا ينقص واحد الكمية في البلاطو علاش باش من اللي نبقى نورق ذاك المسمين غدي نحطو في ذيك اللاطة نفسها يعني ما غديش نجبدأنا المعن بزاف ولا البلاطو بزاف غدي نفس اللاطات اللي خدمت بهم في الأول غدي نسالي بهم حتى الآخر هذه الزليجة اللي انا دي ما كان خدم بها عندي القياس ديالها 45 على 45 الزليجة بالنسبة للأخوات الجزائريات اللي كي سولوني ويقولوني وشنو هي الزليجة هي السيراميك اللي كيدروه في الارض فهدي اللي كان خدم بها اول حاجة كتسهل عليا ان المسمنة ديالي كتزلق هكا وتاني حاجة 200 غرام منتاع العجينة غدي جيني نيشا على الحواف يعني جي مورقة نوصلها نيشا على الحواف الجهية هديك فكتشوفوا هكا وكان حط مباشرة في نفس اللطة اللي كنت بيت فيها دوك القرس متاع المسمنات كتشوفوا انني كان هاي المرة الأولى ومبعدها صافي ما غديش نبقى 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 وهنا نوصل الحواف ديك المسمنة ومبعدها نرشوها بقطارات قليلة منتاع الزيت نباتية فقط زيت نباتية ومبعدها نرشوها بشوية منتاع سميدة فقط بدون خمارة الحلويات فأنا الصراحة كنت قلت هل يكون من قبل أنا ضد أنه نرش الخمارة دي الحلوة هاكا مباشرة لأن لازم الخمارة يتعجن مع السوائل المهم هذي ره فكرة خاطئة ولمسمن أكيد ره بالراحة يعني منلي العجينا تكون مدلوقة وترتاح ره أكيد غدي ندفخ معنا ويعطينا ذاك الفيطاج يعني ماشي الخمارة منتاع الحلويات تعطينا ذاك الفيطاج المهم أخواتي هنا بقيت هاكا نحط في اللاطة وأكيد لمسمنا غدي نرشوها من الوجه كذلك بالسميدة ونرشوها بكمية محترمة باش تعطينا واحد المنيضر اللي هو زوي على الوجه صافي ونمشي على هالطريقة نحط كل شي في اللاطة وأنا نغطي بالجلد وغدي تشوف معايا اللقطة الموالية لا يقين أنه ما يترى لهم ولو لأن العجينة عندنا قابطة فرصها ماشي جارية وخدمنا بها بكل سهولة وأرياحية كتشوف أنني عزلت بين الطبقة اللولة والطبقة التانية بدك الجلد وغادي نعمر هاكا حتى نسالي الكيمية اللي عندي ديك ستين نسمنا غادي كلها نحط هاكا في هاد اللاطة نفسها المسمن ومن اللي نسالي غادي نحط هاكا في المجمد بهم باللاطة المهم أنتم مكان عندكم مجمد كبير غادي تديروا نفس طريقا تاعي حتى تكونجل وتقدرو تهزوهم وتعمرهم في دي ساشي لوقيت اللي تحتاجوا مثلا إذا كنتوا تخدموا دي كومان دو جاتكم مثلا غي عشرين حبا تعلم المسمن ممكن تجبدوها هاكك كما هي هاكا قاسحة وتحطوها في واحد اللاطة اللي هي مدهونة بالزيت غادي بدي كونجلال لكم في عشر دقائق ومبعد تتخنوا المقلان تاعكم وتبدي وتخدموا بها المهم هادي المسمن المجمد تزوين بزاف بالنسبة للأخوات اللي كاينين لموظفات اللي قلسات في البيوت يبغي والمسمن يقلو هاك الطري بيحسوا كأنهم دارو في ديك اللحظة فمكان ما حسن من هات الطريقة ما تضلي تسخني ويتقرم لك ويقول مقرقش هاك وإنما غادي تحسي به الطري في ديك الوقت الحبات اللي غادي تحتاج هم غادي تجب ديهم حتاج تلات أو لاربعة الجبدي هم غادي دي كونجلة وضغية ضغية تسخني المقلات وطي بهم مباشرة وتحطيهم وتفطري بهم بالصحة ولهنا مهم أخواتي هنا كاتشوف الطريقة كان جب الدك المسمن ديالي حتي الدي كونجلة وبيدي تنخدم به كاتشوف المقلات الأول دهنتها بشوية تعزيت وأكيد المقلات كاتكون سخونة والنار متوسطة والعجينة كاتشوف أنه كانت تحكم فيها كما بغيتانا يعني القوام متاح متماسك ماشي أنت تقضيها وهي كتطلق منك وكتطيح وإنما العجينة كتكون تميل هكا شوية أنها قصحة فكاتشوف بمجرد ما كان حط المسم منها أكيد كان حلها من اللي نخرج ها من المجميد كان نحلها شوية بالأيدي كيف ما شفته وكان نحط ها فوق المقلات التقيلة ونبقى ونرش عليها قطرات من الزيت ونقلب ها مباشرة وهي ما زال عجينة ونبقى كل مرة نقابل ها قدامي والنار كنلعب بها مرة كان نزيد شوية النار مرة كان نقص شوية لأن المقلات من اللي في النار وهكذا والمسمن بيدون خمارة كيموية ومن فوق ومورق وشكل ولا أرواع فأنا خدمت بعدها الكيمية رأني صورتها معكم حطيتها هكا في الشبقة باش تهوى وأنا ما زال كان طيب فلاتولي كان طيب دو كل مسينات اللي بقاولي وفي الآخير غادي نحاول أنني نوزحهم هكا على الطبلة باش يبردوا هكا وأكيد ما نخليوهم شي ضرب فيهم الهوى باش ما يبسوش يعني حاولوا أنهم بمجرد ما يدفعوا وغطيوهم بواحد المنديل وخليوهم حتى يبرد تماما وجمعوا هد المسمن إلا بغيتوا تباليوه وتعطوه هلكليان أكيد غادي تديروا سيفة غيزة وتباليو كل عشرة وحدهم ولا مثلا تقبضوا واحد البواطة تفرقوا بين الطبقات هكا بورق الزبدة وتزيدوا الطبقة الثالثة الرابعة تفرقوا كذلك بالورق وفي الأخير أكيد نغطيه بواحد الجلج طابل داشها كي يبقى محافظ لنا ذاك المسمن على طراوان تعو وهكذا المهم أخواتي نتمنى أنا فيديو اليوم لإعجابكم نتمنى أنكم تجربوا هد الوصفة بجميع تفاصيلها الحريشات بأنواعهم بخمسة الأنواع كي يجيوا رائعين بارتاجيت كذلك الكيك بأنواعه بالنسبة للأخوات اللي يبغيوها كي يبديو مشاريع من قلب دارهم مو ملاحات ولا أرواع بشكل رائع جدا حلوة البلغية الأصيلية المهم قاعد الحويجات اللي كتشوفوهم قدامكم تقدرو تبديو تخدمو بهم دي كوموند ما فيهمش بزاف داروينة بالخصوص لمس من الحريشات وكذلك الكيك والكاك الوجدي الأصيلي فإن شاء الله تشوفو جميع هاد الوصفات على قناتي نرحب بالمشتركين الجدد ونرحب كذلك بالمشتركين اللي كانوا معايا من بداية القناة نتمنى لكم حياة سعيدة وشكرا جزيلا على دعمكم وعلى تعليقات زوينة اللي ديما تكتبوها لهاك وتخليوها لي اللي كتحفزني أكيد وهدي هي هادو اللي قابكيك ولا أرواح الكوسكوس كذلك اللي بارتاجيتو معاكم بأنواعو المهم كل شي رح كاين في القناة وسلو أكيد اللي لا يعل عليه فانتمنى أنكم تشوفو هادو الوصفات على القناة وتجربوهم فأنا متأكدة إلا جربتوهم غادي نالوا إعجابكم وغادي يورجعوا معتمدين عندكم فهدي هي يا أخواتي ما تنساوش تشجعوني باللايك وبالبرتاج هذه هي خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نخليكم مع الصور اشتركوا في القناة